المشكلة الرئيسية هي ليست فقط في التشريع المشكلة الرئيسية أنه هذا الموضوع عندما وصل هذا الحد المفروض يتم أن يتبنى على شكل حملة وطنية حملة وطنية بصوت عالي وليس بصوت خجول للإنقاذ الطفولة في العراق وهذه الحملة من أجل أن نصنع بها شباب الغد فتبدأ بالتشريع في التنفيذ وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ودخلت حيز النفاذ يعني أنت ترى اتفاقية الطفل صادق عليها العراق من عام 89 ودخلت عام 90 في حيز النفاذ عندك البروتوكولين الإضافين لاتفاقية الطفل أيضا في عام 2000 التي تمنع من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وصراعات المسلحة وتسليحهم وفي استخدامهم في الاستغلال الجنسي هذا من عام 2000 فالعراق من الدول الرصينة إذا انقارنا في كل دول العالم بهذه الأمور نأتي إلى قانون حماية الطفل نحن الآن نعمل على القانون حماية الطفل بالحراق قرية قراءة أولى ونحن عندنا اعتراضات على هذه المسودة ونعمل على التوصيات لهذه المسودة نحن نجي على القانون دكتورة والعمل مع مجلس النواب على هذا الموضوع تمام هسا خليني أسمع من سيد حيدر فأنا أريد أسلط الضغط أنه نحتاج إلى حملة وطنية